اليوم نحكيه على الاف المليارات الضائعة على تونس بسبب ملفات فساد بقيت في الرفوف دون انجاز. انا قلت لكم في حلقات سابقة على ان تونس بلد اغنى من الكويت. نعم اغنى من الكويت. لما نتحدث على بلاد تنهب منها من سبعة وثمانين لالفين وعشرة اربعة وثلاثين فاصل تسعة مليار دولار. يعني اكثر من مئة الف مليار من مليماتنا وبعد الثورة تقريبا اربعة وخمسمائة مليار تنهب سنويا. ارقام اه صادمة وكلها متواصلة في ملفات فساد اه كبيرة وما وقعش حلها الى الان. والبنك. علش زعم تونس يسرقوا فيها? لانه تونس فيها دقلة النور. تونس فيها الزيت الزيتونة. تونس فيها الفوسفات. تونس فيها الرومان. تونس فيها الملح. تونس فيها الفترول. فيها تن الاحمر كما قال لكم. يعني فيها الخيرات السبعة. لكن لجيوب من تذهب? هذا هو سؤال المطروح. احنا نحكيه في في الموضوع حدايا بطبيعة الحال واحنا في فصل زيت الزيتونة نخرجوا ريبورتاج على الزيت ونرجعو نحكيه في الملفات. امتعنا تفضل. عدنين. الزيبي. اولا هالشجرة الكبيرة اللي نوريوا فيها ورانا النوعية انتاحة وبقية انواع الزيتين اللي موجودة في المنبك. رحبا سي محمد. الشجرة دي مش كبيرة ياسر عمرها تقريبا ستة سنوات. اه تشوف فيها هاي دخلت في طور الانتاج. من نوع الشملالي. الشملالي اه صفاقص ولا شملالي نفيدة ولا شملالي مع عرش ترجيسة من المهم الموضوع اللي هي من نوعية الزيتون الشملالي. دي. هذي زيتون الشملالي التونسي الاصيل. ونوري زادة في صورة رفقنا في الريبورتاج. للزيتونة اللي عمرها اكثر من اه سبعين ولا ثمانين عام الكبيرة. عهد باركالة اللي موجودة في كل منطقة لنا وفي كل تركينا. وين اللي تلفت? نصلي على سيدنا محمد على البحصول اللي موجودة فيها. زيتونة الكبيرة هي الاصل الزيتونة. هو يلزم نحافظوا عليها. خاطر اه تناسب المناخ متاعنا. كتشوف التقلبات المناخية. نقص المياه. نقص الامطار. هي اللي تنجم اه اه دو منها في تونس. نحافظوا عليها. لان الغراسات المكثبة جديدة اللي هي معروفة باسم الزيتون اسبانيوري. الاسباني ولا البرتو ولا اليوناني. هو مشكلته انه ما يعيش ياسر. والانتاجية متاع مش مش التواصل كما هو صغير كما هو بعد عشرين سنة ولا خمسة عشرين سنة. اه يمكن نوصلوا فترة ما نلقوش زيتون. اذا كان نمشو في الطيار ولا في الاتجاه. ان معه الزيتون المكثف المستورد من من الخارج. لابد ان نحافظوا على نوعية التونسية. على النوعية التونسية الاصيلة اللي المغروسة من عهد الاجداد والقدماء وسكان تونس القدماء. عنا الشتوي وعنا الشملالي التونسي وشنو اخر? عنا الشتوي اللي هو بجهة الشمال خاصة من اه ولاية جندوبا ولاية باجا. وعنا الشملالي اللي هو يبدأ الغراسات متاعه تبدأ من اه ولاية اه سوسة تقريبا من بوفيشة سوسة حد وولاية السواقس والساحة للتونسي بكل يمتاز بغراسات الزيتون الشملالي. حتى للجنوب التونسي الجرجيس وولاية مدنين. اما الكلهم يمتاز بغراسات الزيتون الشملالي. به الفاريتي سبانيورية. كورونايكي وشنو اخر? اللي معروف بيه هي الارباكينة او الاربوزانة. هم نوعين من اله من الفاريتي الاسبانيورية. احنا قاعدين نوريو في الصور وركزوا شوية الكبير عاكبينة الشملالي التونسية المشهورة وصغير هو اسبانيوري. شو دخل بيك للامور التقنية. ايهما افضل من حيث وجودة الزيوت. الشملالي التونسي الشتوي التونسي وإلا اسبانيوري. بالنسبة لجودة الزيوت تدخل اه فيها برشة معطيات اخرى. اولا اه توقيت الجني العوام المناخية كيفاش الشجرة اخذت الكمية المياه متاحة في الخريف اه في العناية متاحة في الزبيرة والمداوات وبرشة برشة معطيات. النوعية نرجو ما تقول ان الشملالي التونسي هو ممتاز نوعية عالية الجودة. اما بالنسبة حتى الزيتون المكثب واسبانيوري النجم يعطيك نوعية ممتازة اذا كان يكون طريقة العصر صحيحة ويكون انجني متاعه طرق سليمة اللي هي تكون اه ونقلها مباشرة والعصر في اقرب الاوقات للمعصرة. هو اللي نجمه يعطيك والخزن متاعه وبرشة معطيات تدخل في الموضوع متاعه. لكن يبقى الشملالي التونسي هو من من اجود الزيوت في العالم. كيما كنتوا تشاهدوا خيرات تونس كبيرة برشة تونس ثارية بزيت الزيتون بدقلة النور ورب يعطاها الخيرات السبعة. لكن فما طرق ملتوية انه الفلوس ليصدروا بها المنتجات هذية جزء منها لا يعود الى الدولة. وهذاك عليش اليوم نحكيه على ارقام صادمة من الاموال المهربة في الخارج سواء في التصدير وإلا في التوريد. والحكاية اليوم أصبحت تطرح اكثر من الف سؤال سي جمال. صحيح معنا صحيح كيما قلت المريب كذلك انه الشعب التونسي هالخيرات هذية ولا معاش يتمتع بها. وكان من الافضل معنا انه يخصوا مع نبات معنا معينة باش شعب التونسي يأكل زيت زيتونة. كانت الناس نعمل العولة بكري معناها. اليوم حتى معاش قادرين حتى بالشريوئي ترازيت ولا نصي ترازيت. كذلك بالنسبة لدقية النور تشوفها موجودة في الخارج ولكن مهنام. تشوف كان معناها في بضاعة اللي هي اقل جودة معناها وغالية معناها خاصة في رمضان وفي غير رمضان. يعني ثم اشياء انا نحب ان نذكر بتقرير عملت المنظمة العالمية للتجارة حول الوضع التجاري متاع تونس. وقالت من الغرائب انه الدولة الوحيدة اللي شفناها في العالم اتدعم في المنتوج الزيت متاع الخارج اللي يجيب فيه من الخارج وما ادعمش الزيت الزيتونه متاح. صحيح كلمك احنا وقت للزيت معتها غالي. الزيتونة تموت قدام عيوننا. وحد ما يفكر في برنامج انقاذها. خاصة انه عام جفاف معتها. وسارت بارشة خسائر فتحة من جراء عدم تدخل الدولة. صحيح. وله هنا نرجع كذلك لتوزيع القروض للقطاعات معناها اللي حكينا فيه تقريبا المرة فارتة للقطاعات الاقتصادية. نلقاول الفلاحة على سبعة وسبعين فصل ستة مليار دينار معناها سبعة وسبعين فصل ستة بالمليارات معناها مليار دينار. آآ هذو ما تلقى في الفلاحة الفلاحة مباشرة ما يتولوا منهم كان مليار فصل اثنين فقط. هما ما يعطيوش للفلاح. اي. لكن يعطيو للمحتكر. يعطيو اللي باش يلململم وما فما ويضارب في اسعارها. وهنا من الغرائب في بلادنا. طبعا هذا من الغرائب الكبيرة وكيما قلنا معناها تهريب معناها روس الاموال للخارج. الاساس امتاحها وهذا بوثائق ثابتة ودامغة ما فيها حتى نقاش تقريب اكثر مشطر شوية من التوريد. كل من يورد ما يقولش كل يعني ثمان با ربما بعض اللي ما يعملوش. ولكن غالبية يورد يطلع في الفاتورة متاع التوريد. كلي حاجة بدينار يقول مثلا بدينار وثلاثمائة ولا اكثر. والفارق يخليه لبرة. يصرح اللي هو شريه بدينار وثلاثمائة يخرج معناها بطريقة رسمية على طيخ البنو. ليفوسفكتور. 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 وكذلك العكس بالضبط بالنسبة كل ما هو تصدير مثلا يصدر الزيت وهو يصدر اين شيء معناها. حتى الخدمات معناها موجودة حتى في الخدمات. نجم نقول السياحة معناها بعض منها. ولا كلها. كيف كيف? اللي صدر مثلا بعشرة دينارات يسجل في الفاتورة خمسة دينارات. والبقية معناها تقعد للبرة. هذا موثق. والبنك المركزي يعرف هذا. ولا ينبس ببنت شفا معناها في الموضوع هذا بالكل. وطلبناها عديد المرات في معناها كتاباتنا وفي تحليل ان نكتبوا فيها في الجرائد في الشارع المغاربة مثلا. على اساس انه يفتح تحقيق في الموضوع وهو موجود. ثم حاجة اخرى مهمة جدا. انه الامم من المتحدة عملت منظومة كاملة توزع فيها على كل البلدان العالم اللي في الديوانة. باش بيها هي يعملوا مراقبة على التوريد وعلى التصدير. باش كواحد يجي يقول الحاجة هذي انا راني شريتها بدينارين. وهي بتتباع معناها في في العالم الكل بدينار ولا بدينار ومتين فقط. فالديوانة تراقبوا وتحاسبوا على على المكان. باش قلوا لا هذي فاتورة مهيش معناها صحيحة. الى غير ذلك. ولكن مهيش مستعملة في الوقت. اه مش مستعملة في الوقت اللي حاضر سيرا كروكي. نحكي معاك جريدي اه? ود الدجلة وسيد المخرج اعطينا اه خيرات تونس في دجلة النور. اللي اه صابة محترمة جدا. لكن الفلوس انتاحها فينا تمشي بالضبط. الفلاح يقول لك موصلني شيء. والمحتكرين اللي هما ضربين الملمة وما فما. هما اللي يهزوا في الدنيا الكل. يحب يطلع على السوم يطلعوا. يحب يطايحوا. يطايحوا. وما فميش ارقام معتها ثابتة. اليوم قديش تونس الدخل عملة صعبة من دجلة النور. هو كما كنت تحكي معناتها اولا الملف هذا هو كان فتات حسيد الرئيس معنات من خلال ملف البيانات عندما نلقو نسات بعيدة كل البعد على القطاع الفلاحي وتاخذ قروض كبيرة جدا بدون ضمانات. بيش تلقى اكيد بارونات انت على نسات تمتهن السمسرة والاحتكار بيش تضرب صغار الفلاحين هذو اللي يجري عام كامل من اجل انتاج هاته الغلة الجيدة اللي محروم منها التونسي ويستأثروا منها هؤلاء المحتكرون باموال تصل لهم بطرق غير مشروع وكذلك تحول الى الخارج فلا يستفيد منها لا المواطن التونسي الذي يحرم من الدقلة ويحرم كذلك من هاته الاموت. اه ومحلها خيرات بلادنا زيت زيتونا ودقلة النور. ونفس الامر. لكن الامر المؤسف كيتلقى الاراضي الكلها انتاع اه اه توزر وقبل لي اما اراضي معاتها اه غير مساويات الوضعية وملك دولة والمواطن اللي ينجم والفلاح اللي نجم ياخو عليها قرض ولا حد شيء ويظر لي فما رغبة اني تقعد الحالة التي هي عليها الان بايش حتى حد ما يكبر فيه. بالنسبة الوضعية القانونية انت حطيت عليها تولي حطيت اصبعك على الزرح. اللي هنا خاطرك بش يمشي تول الفلاح في توزر ولو تقبل لي بشيخو حتى قرض من البنك الفلاحي ويقول له عطيني ما يفيد ملكيتك لهاتي العقار. هي عقاراتك كلها اه فيها المصنف ما هو ملك دولة وفيها ما هو ما احياها الفلاح بنفسه يقام بحياه ارض وبغراسة هؤلاء الخيرات. قال هنا يلزم الدورة تدخل بش تصفي الوضعية العقارية اللي هنا تعمل مسح العقاري الفلاحي من اجل اسناد شهايد ملكية الى هؤلاء الفلاحين بش تمكنوا من الحصول على قروض في الابان. وكذلك احنا نشوف انه القطاع الفلاحي في الجنوب مهمش كنشوف الجارة الجزائر في واتسوف والخيرات التي تنتجها من فلاحة صغرى ما نلقاوش الشي هذا في جارتها توزر وقبل. بيه مش الجنوب فقط مهمش بل الدواخل التونسية صير فيها فقط تفرجوا الفلاحة في الجسرين تفرجوا ربي لما يعطي خيروا للبلاد هذه لكن للأسف عندما يتدخلوا الكبار يفسدون الفرحة على الصغار عندما يقررون باش الشعب يجوع الشعب يجوع وخيرات تونس تمشي للأودية وتذهبوا الى المزابل وتحرموا منها البوتون اتفرجوا سبيت للجسرين ونعود. فلاح يخدم 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 يكمل منجيبه وخلص عباد زواولة تصبح من ثلاثة متاع الصباح تخطي تروح ثلاثة متاع العشي تخلص بخمسة وعشرين دينار قلت ما عملتلي حد شي. شباب تونسي في مقتبل العمر يبيت في الثانية ويرقد في الثانية ومضحي ثلاثة واربعة شهور في صابة في الآخر ما يلقاهيش. حاضرة الصابة كما هكا قال لي مواش ندخلها هنا واحد من الناس ندخلها قلبي يذوب نتعب يا عباد ربي راني نتعب كما هكا صابة كما هكا يقول لك اليوم وطماطق بميتين وثلاثة مياه وبيعلى المعمل وهات وهات ما نقيم انتحدثنا نتعب مع رأسي معلش يقبل حد شي تخدم 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 في النهاية يقولك بمياه السوق وحكمة كاو تخدم 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 في النهاية يقولك بمياه السوق وحكمة كاو صارت لي رأس السوق وحكمة كاو الناس لا أشترك حتى مياه المسؤولين لا أشاجدني حتى مياه الناس لا أشجعني حتى بشكل ما مزود ونعند الدواء أمتسم بك بيع تطماطم لأجيب لا أعلم شيء كارديتي كل يوم على شهرين باعت طماطم خلصني ما هي موش تبيع بلف ولا بمية فرنج خدام يخدم يجي الصباح العشي يخلص ما عنديش مني نخلص ناكات طماطم ما عنديش لمين بيئ أعطيني حل ما قيتش الحل أعطيني حل ما قيتش الحل مؤسف ما يحدث في الصغار عندما يتحكم الكبار في انفاسهم اليوم البارونات تفعلوا ما تشاء وتعبثوا بقوة التونسية الطماطم خمسين فرنج ومية فرنج وما تلقى شكونة يا اخوها والمرشي ما تصلوش الفلاح يقول لك ما عادش انعاود مرة خيرات في الطماطم تفرج الصورة اليوراك ساد ما اش معناها تمشي للأودية والمزابر ولا تصل الى التونسية هذا منظومة كاملة سيستام سيستام قائم على انه حول ملاك الاراضي من المزارعين الى عبيد يشتغلون لفائدة ارباب البنوك ولفائدة السماسر الذين سيستفيدون من هذه الثروة ذيك فيما بعد مش يجي رجل الاعمال لبس عليه ثانية عنده الاموال ومولدته البنوك يجي يجري كل هذه الصابة برخص التراب بلا فلوس بخمسين مليم وبمئة مليم مش نرجعلك الزيت الزيتونة لانه مهم جدا لكلام اش قولهلك سي جمال انا معناها الجيل متاعك عاش مع الجرارة بتاع الزيت ما كانتش عنا دار في تونس ما فيهاش جرد زيت وما كانش دار في تونس ما فيهاش المخزون متاع الزيتون وما فيهاش الشريح متاع الزيتون كل شيء كل شيء العلم تعزين شو ما الذي وقع وقع تهميش ديوان الزيت هذه الجريمة بدأت في العشرية الثانية من نظام حكم بن علي وصلنا سنة 2018 في تلك الصابة الشهيرة التي اهدرناها حين نطق وزير الفلاحة وقتها سامير بالطيب وقال لهم تلك الكلمة الشهيرة ما هاش من عاداتنا باش ناكلوا زيت زيتونا شو اللي عملوا؟ انا نحب نفهم هذا العقل الاقتصادي الجهبذ اللي يخرج لنا بفكرة ان نبيعوا كل زيتنا لقاء العملة الصعبة ثم ناخذ العملة الصعبة نشيلوا بها زيت العادم او زيت الحاكم سامير زيت الحاكم ودائما في عملية تصدير الزيت او توريد الزيت يوجد توجد اقلية من السماسرة التي تتكفل بانجاز العملية شكون الرباح في العملية ذي الفلاح خاسر والدولة خاسرة والمستفيد الوحيد هم المضاربون هالسيستام هذا على رأس السلطة ان يقلبه باش تقلبه يجب ان تمول دوال الزيت باش يعدل السوق شا عملوا سنة 2018 مولوا السماسرة من المال العام من البنوك العمومية صرفوا اكثر من 900 مليار قروض ومنها كل ملف المفتوح في ملف البيهاش دون ضمانات ودوان الزيت شا عملوا له دوان الزيت ما صرفونه الاموال الا بعد انتهاء الصابق اي في موفة جنفي 2019 باش ميربحس باش ميشاركش في العملية انت الان وزارة التجارة يجب ان تسعر يجب ان ندخل الان فكالقانون المنافسة تحكين انت يجب الدولة الان ان تفرد تسعيرها والتسعيرها هذي كي تقلوا تبيع لتر الزيت ب 15 دينار يجب ان تبيعه ب 15 دينار حرموا الشعب التونسي من حقوا في استهلك زيت الزيتون عاش طوليت اللتر بتاع الزيت 8-20 دينار و 25 دينار تحديد السعر سمحني البارونات و الا السماسيران تاع الزيت الطلين وسبانيور اللي هما يرتعوا في تونس يتحط له انتي الزيت ب 15 الف يحبه هو يسليول ب 13 الف دقيقة دقيقة تكمل والسوق الداخلية حابينا ولكرا نقط لي تحكي على 200 الف تورناتا معتها ما تستوعبوش لا لا محمد وفي حاجة احنا باش نصدروا بالسعر العالي لا محمد خنا اخل رئيسي جمال لا اقتعطي فكرتي مهمة جدا لا انا حاش بالفكرة هذه كانوا اللي صار مش هذا انا ادعو الى اعادة كل الصلاحيات لدول الزيت من اجل انه يحتكر هذه الثروة الوطنية براوا اقراوا في تاريخ تونس البيات كانوا يبيعوا الغلة هذي الغلة بتاع الشتاء يبيعوها في مارس للتجار اي الدولة تشرف عليها شو معناها انا نجي نعطيك هذه الثروة انك تتسمسر بها باش تعطيها للطلين والاسبانيور والشعب التونسي اتوكل اذا خلطت على الزيت العادم خي هذا معقول هذاش نحكيه ان احنا الشعب التونسي محروم من حقه في الاستهلاف بترفيع الاثمان ونقوله ديوان الزيت يجب ان يقوم بدوره التعديلي السيد السمسار يمشي يخدم بلاسة اخرى واضح معز سي جمال في دقيقة سمحني لانه باش نتعدل بسة الاخرى اهمي شو هو اول حاجة معناها مهمة جدا كما قالت معز بالنسب القانون المنافسة والاسعار فصل اثنين من هالقانون هذا يقول الاسعار حرة الا في المواد اللي هي مؤطرة مثلا كما زيد ولا يعنيها ولا السكر اللي هو طوه وقعد معناها يرجع كأنه ما معادش يعني فيه تأثير وكي نشوفوا حتى نسبة التضخم تلقى في المواد اللي هي مهيش مؤطرة تلقاها تلقاها كثرة يعني مسايبة وبالنسبة للمواد المؤطرة تلقاها دايما في حدود ثنين في المئة ما تزيدش على ثنين في المئة لذلك اليوم يستحيل وهذا بريطانيا اللي هي دولة دولة معناها معروفة رأس مالية معناها قررت باش تسعر قررت باش تترازع لانه طلعت نسبة التضخم اذا تطلع معناها الاقتصاد الكل باش نهار فسعر تسعير طوه حقه معناها يقرع حساب المنتج اذي بيليجان خاصة واحنا عنا كل الادوات عنا مثلا وزارة تفرحها في المندوبيات الجهوية عنا عديد معناها الكفاءات عن الابياعة وغيرها باش تسعر معناها كل شي على اساس كل معناها المنتج يزميخه حقه باش هو اللي عليه العمدة وهو العماد الاساسي بما قلت قبيلة مثلا تشجيع الرأي التكملي في كل معناها المواسم لكل مثلا المواد باش هكاك تكون معناها الانتاج ولي في مستوى معناها يقارب الاكثر ما يمكن كل عام مش ينخفض معناها مرة واحدة ويكون كارثي على الاقتصاد وعلى البلاد وعلى مليه لذلك هالاجراءات هذية يعني مراجعة كاملة للتوجه الليبيرالي معناها وحش كما يقول اللي هو ما خليش يعني ما عاش يخلي الطبقات معناها سغيرة تعيش كما قاعدين نشوفه وتماطم كما هذية كانت تتعمل الشريحة معناها ما تصوروش قديش تدخل معناها فلوس حتى في التصدير وحتى زادة فيه مستهلك تونسي وكان معناها شكون زادة يذكرهم أنه يعملوها شريحة قبل ما يلوحوها لأنه كما قال السيد اللي فلاح قال مخي معاش قبل حد شيء وعنده الحق وهذا تكون ثم تعضوديات مثلا علش ما نرجعوش تعضوديات بتاع تستهلك معناها تاخذ هاتمات من هذه الكل اللي هما مساهمين فيها بكلهم المنتجين وهما يعملوها شريحة ويصدروا منها ويبيعوا منها لتونس إلى غير طريق وسائل معناها أنقاض معناها البلاد هي موجودة إذا كان معناها نعود ونبدلوا المنظومة اللي هي سايدة في الوقت الحاضر اللي المحتكرين مسألة الزيت ترى ودخلت فيها وزراء من الموزير طوال اللي هو في الشجن ورب يخرج على كربو كان من المحتكرين في 2018 معناها في مسألة الزيت وكانوا معناها يتعاركوا شكون اللي بش يصدر أكثر زيت معصبا يورو معدي تاليين كما كنت تحكي